والله 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 الأهلي وحشنا يعني طبعا إحنا في كل توقف ولما بيبقى فيه بريك بين موسم وموسم بدبقى مستنين بداية الموسم الجديد بفرغ الصب لكن السنة دي فيه حتى كمان زيادة على الرغم من إحنا يعني ما روحناش بعيد قوي لكن الحقيقة الفرقة والصفقات الجديدة لوحد كده مستني الموسم الجديد عشان يتفرج على نسخة الأهلي عشرية 22 وإن شاء الله بإذن الله عندي أمل كبير جدا إنها تبقى نسخة في منتهى 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 التميز روحن كبير جدا إن شاء الله والأهلي يحتكر كل البطولات الموسم اللي جاي خلينا نسمع كابتن رمضان السيد ورأيه في صفقات الأهلي رأيه في مرحلة الاستعداد لأكتر من بطولة أهمهم وأعربهم بطولة سوبر مصري وبطولة سوبر إفريقي مع طلاع الجيش في مصر ومع الرجاء المغربي طبعا في قطر برحب بكابتن رمضان ننور الدنيا كابتن رمضان وأهلا بك معنا دائما في السادسة ربنا خليك وحميد الله خليك قبل ما أدخل في الكورة بس أنا يمكن قبل ما حاك تدخل بدقائق كنت أتكلم على إنه النهاردة ذكرى ميلاد واحد من أهم الأسماء اللي جات في تاريخ النادي الأهلي واحد من الشخصيات اللي ليها مكانة كبيرة جدا والله مش ببالغ حتى لو قلت في قلوب الأهلوية اللي ما شافوش ومعصروش صالح سليم ولكنه هم بالوراثة كده ارتبطوا وحسوا إنه الاسم ده الشخص ده كان ليه يعني رصيد كبير جدا ومشوار عطاء كبير جدا نادي الأهلي فتلاقيه حتى اللي معاش فترة كابتن صالح مرتبط بالاسم وبيحبه أكيد أكيد يعني يمكن أنت بتقول يا أحمد إنه هو من أهم الشخصيات اللي جات في تاريخ النادي الأهلي أنا في رأيي إنه هو من أهم الشخصيات اللي جات في تاريخ مصر في الرياضة الحقيقة حاجة كانت شخصية عظيمة الحقيقة ويعني كاب صالح اللي ما يعرفوش وحنتعاملنا معاه طبعا عن قرب وكده كاب صالح من الشخصيات اللي ممكن تتكلم معاه في كل حاجة في كل حاجة وتلاقيه حاضر وتلاقيه جميل وتلاقيه يعني يمكننا كلية موقف الحقيقة مع كاب صالح كنت مفنش بطولة كاس مصر وكت عامل البطولة دي بشكل قوي جدا وكت الحمد لله كت عنصر من عصر الأساسية ان احنا نجيب البطولة دي وكنت لعب حوالي ثلاث مباريات وأنا مصاب كان عندي شد وكابتن جوهري قال لي يا رمضان لازل تلعب ففعلا كنت باخد مسكن وبلعب كانت العضلة الخلفية الحقيقة وأنا كنت راجع كمان من إنجلترا كان بقالي شهرين كنت فرحة علاجة في إنجلترا حتى يمكن عادت فيها فترة كبيرة حتى حوالي شهر وبعدين لما رجعت والعضلة مزقت بشكل قوي جدا جدا في خلال البطولة فروحت له وروحت لكاب صالح كابتن جوهري قال الروح لكاب صالح فروحت له كنت رايح له وانت أنا إيسا راجع من عارف متردد متخوف يعني أنا قلت مثلا إيه ممكن يقول لي مثلا طب انت رمضان لسا راجع من الصفر وكده فالحقيقة لو رحت له فقلت له كابتن أنا رجلية طبعا في خلال الفترة اللي فاتي دي المطشاط بعد الكاس أنا لعبت أنا مصاب ثلاث مطشاط ويمكن كان توضح إن أنا عامل بطولة قوية جدا فقال لي رمضان ما فيش أي مشكلة خالص وإعمل إجراءات الصفر خليم يعملو لك إجراءات الصفر وسفرت فعلا فهو كان شخصية الحقيقة ويمكن أنت من الناس برضو أو من النجوم العظام اللي جوم في تاريخ مصر ما كانش عليه اختلاف من كل جمهير مصر يعني جمهور الأهلي طبعا يعني ده أشكوهم وفي نفس الوقت أنت بتلاقي فيه احترام من جمهور الزمالك بتلاقي احترام من كل الجمهير لأنه هو شخصية يعني من الشخصات العظيمة اللي جات في تاريخ دقائق مصر كنت بقول كمان إنه في أوقات كتير إنه لما بتبقى وأنا مقدر تماما يعني أنا ما تحطتش في موقف إن أنا أكون رئيس نادي بس أنا حتى الواحد لما بيتخال كده إنك تكون في مكان أو في كرسي تتولى فيه مسؤولية نادي زي نادي الأهلي بتاريخه برؤساءه بنجومه بطولاته وورا منك جمهور يعني كساحة قد إيه ده في أوقات كتير جدا ممكن يبقى نوع من أنواع الضغط عليك ممكن يأثر عليك في بعض القرارات ممكن يأثر عليك في توجه معين لكن الحقيقة في كل المواقف اللي تحط فيها يا كابتن صالح سليم الله يرحمه كان فيه وقت ممكن يبقى فيه ضغط جماهيري أو يبقى فيه مجاسفة أنك إنت ممكن تخسر بطولة أو أن يبقى فيه ضغط حتى من نجوم اللعبات اللي موجودين معك بجوه النادي ويتحط ده في كفة ويتحط اسم النادي الأهلي في كفة ومبادئ النادي الأهلي في كفة كانت واحدة يمكن من أكتر حاجات اللي بحس أنها بتتحسب لكابتن صالح هو اختياره لسوابط ومبادئ النادي الأهلي حكيت شخصية الكاب صالح كمان يا أحمد الحقيقة يعني كان فيها ندية حتى لما نجي نتكلم مثلا نقول مثلا أعلى المناصب الموجودة في مصر في ندية يعني مش كاب صالح لما كان بيحضر مباريات النادي الأهلي في مثلا النهائيات أو بيحضر مباريات وحضر مسؤولين كبار في الدولة لا في ندية وفي يعني تعرف كل الكرارات اللي مفروض تتاخد لمصلحة النادي الأهلي كان بتتاخد يعني وبرأ أي حسابات حفاظا على حقوق النادي الأهلي يعني لدرجة أن فيه كرارات اتتاخدت وكان فيها مثلا رأسة توزرة مثلا خلاف على في مواقف وفعلا اتاخد القرار وجاف مصلحة النادي الأهلي أخذ بالك فيه كرار كتير يعني زي مثلا القرار بتاع قواف اللعبة مثلا الكبيرة اللي هي كتت مثلا راح تتمرنت برا لنادي الأهلي وكبه صالح رغم المجموعة اللي لعبت عن لعب الزمالك في نهائي الكاس وولاد الصغيرين شباب دولت يعني مجسفة جمد جهد طبعا ده واحد من المواقف واحد من القرارات العظيمة مش أي حد ياخد قرار ويجازف ببطولة ويجازف بغضب جماهيري وممكن في النهاية هو اللي يتحمل قرار أو يعني مسؤولية خسارة بطولة بالحقيقة ورغم كده في إصرار على بالضبط ويتاخد القرار من غير التفكير بقى في أي حاجة القرار ده صح بالنسبة للنادي الأهلي وقرار مهم بالنسبة للنادي الأهلي بيتاخد القرار ويمكن إحنا كان في الوقت ضربت الحقيقة المجموعة الشباب اللي هم رأوا لأبهم براء وحسام و لا ده كان حسام و إبراهيم ومجموعة كانوا 19 سنة وكسبوا نادي زبالك وكسبوا الكاس فهو ليه قرارات كتيرة جدا بيحط مصلحة النادي الأهلي وبعد كده يبقى أي حاجة تاني تيجي بعد كده صحيح ربنا يرحمه ويفره واحد الحقيقة من الشخصيات المحترمة زي ما أنت ذكرت بس على مصلحة النادي أهلي كيف يصور رياضة المصرية رياضة المصرية كلنا مننا يعني نشوف نمازج كده نمازج تكون قدوة وتعلم الناس يعني إيه أنك أنت تكون في موقع مسئولية يعني إيه تاخد قرار ويعني إيه تأكد دايما على المبادئ والثواب طيب أتكلم معك كورة شوية أتكلم معك بمنتخب مصر أنه أخلي الأهلي لآخر أنه فيه موضوعات كتيرة جدا بس يعني نبتدي بمستجدات الأخيرة طبعا فترة ما بعد كابتن حسام البدري الإعلان عن تولي كارلوس كيروش المدرب البرتغالي لمسئولية المنتخب إزاي بتشوف القرار رغم أنه معظم الأصوات كانت بتنادي أنه المرحلة دي الأنسب لها مدير فني مصري بالضبط أعتقد أن كل الناس قد متفقين أن المدير الفني يبقى مصري لأنك أنت بتتكلم في 25 يوم أو 30 يوم وتلعب مباراة أقل من 30 يوم أقل من 30 يوم وتلعب مباراة لتوصلك كاس عالم لما توصلتش ده مشكلة كمان اللي زود يعني تعقيدت الموقف أنه ليبيا دلوقتي بيتمتصدر ما أنا بقول لك يعني ليبيا هتلعبك المطش الجاي ويعني ده دوافع أنها تخفز على صدارة المجموعة يعني أنت تخيل مثلا أن الاتحاد الكورة مثلا حاتت شرط في العقد تقريبا أن ممكن بينهي التعاقد في حالة عدم وصولنا لكاس العالم ده ممكن لقدر الله يعني عدم وصولنا لكاس العالم ده يبقى في المباراة اللي جاية لو أنت مثلا خسرت من ليبيا لقدر الله يبقى ما كده خلاص يبقى نسبتك الأمل ضعيف الأمل ضعيف جدا 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 فبالتالي هي دي يعني أنا في رأيي أن فيها مجاسفة فيها مجاسفة أنك تروح لمدير فني أجنب أنك تروح لمدير فني رغم أنه ليه اسم كبير جدا وليه إخفاقات وليه طبعا طبعا إنجازات وليه إخفاقات لكن هي المشكلة في الوقت الوقت كان محتاج أن أنت تبقى بجي مدير فني ملم بكل حاجة في الفترة دي على أساس أنه هو أولا مش هياخد وقت أنه مثلا أو طبعا الجهاز المعاون هيبقى لي دور هكلمك على دور الجهاز المعاون وهكلمك على المطلوب من كابتن دياق السيد في الفترة اللي جاي لكن هو راجل جاي مفترض أنه هيجي التلات يوقع ويحضر أول حضور ليه هيتابع مطش الأهلي وطلع الجيش في مطش السوبر لكن أخذ من كلام حضرتك وأقولك أنه هنا يظهر أهمية الدور اللي هيقوم به كابتن دياق السيد كابتن عصام الحضري كابتن محمد شوقي معاه إيه المطلوب بينهم في الفترة اللي جاي ولو كابتن رمضان ووجهة نظرك بالتأكيد لها كل الاحترام بتكلم على أماشة المنتخب هل شايف أن الأماشة كانت سبب في تراجع أو الصورة اللي ظهر بيها المنتخب مع كابتن حسام وهل شايف أن فيه أسماء محتاجة تدخل على كابتن دياق السيد نواه يحطها في الاعتبار ولا يراهن على المجموعة اللي يعبت المشوار في الفترة الأخيرة سواء في تصفيات أمم أفريقيا أو في كاس العالم أولا يمكن أنا هتكلم في حاجة في الأول يا أحمد الحقيقة هتكلم في إدارة لجنة المسابقات في خلال أربع مواسم ولا ثلاث مواسم إحنا ماشيين بشكل غريب في الفترة الأخيرة أو في الفترات الأخيرة الحقيقة مثل النهاردة بتعرض لعيبتك المهمة جدا 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 في منتخب مصر إذا كان في نادي الأهلي أو في نادي الزمالك أو في باقي الأندية الحقيقة متعرضين لجهاد كبير جدا 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 إحنا بنتفرج على مباريات الحقيقة بتحس إن اللعبة مش قادرين يجروا مش قادرين يمشوا فده من ضمن الحاجات الحقيقة اللي فرقت مع الحاجة الجهاز حسام البدري الحاجة التانية إنك إنت حتى ما فيش فرصة إن أنت تعمل معسكر مثلا لمدة عشر تيم أو سبوعين في فترة موسمين ودي برضك من ضمن الأسباب الحقيقة من ضمن الأسباب الكبيرة إحنا عندنا قدرت المسابقة بتتعامل بشكل الحقيقة مفيش مفيش أي لعيب كرة في العالم يقدر يتحملها إنك تلعب كل مش عارف يومين وكله مظلوم أه طبعا جهاز الفني متخب العيبة مظلومة والأندية وأجهزاتها الفنية برضو مظلومة طبعا طبعا إنت حتى لما بتيجي الحقيقة اللعيب متبقى مميزين إنت حنا عندنا فكرة هو الدولي الثمنتاشر فرقة ده أنت شايف أنه إنه شيء يجب التمسك به يعني شايف عمل إضافة زود الكرة في مصر أفادي المنظومة منظومة الكرة هي المسابعة الحقيقة لازم تنزل يعني ما تبقاش 18 فرقة 18 فرقة ده كتير قوي وخصوصا أنت عندك التابطات دولية كتير قوي طيب تسمح لكابتر عبدالي إحنا كل يوم سابت بمعانا حريف من حرفة النادي الأهلي كان النهاردة معانا مؤمن 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 حقيقة واحد من اللعيبة الجميلة من مواهب الكبيرة اللي جال في تاريخ مصر أنا بتكلم دايما إنه كرة متعة وبيبقى فيه فرحة بالبطولات والإنجازات والألقاب ده شيء مهم جدا لأي جمهور كرة لكن المتعة دايما بتيجي من لعيبة الحريف يعني الآهات اللي بتطلع مجراجات مواهب الكبيرة ما تطلعش بس مع الجوال ومع التتويج لكن تطلع مع اللامسة الحلوة مع الحاجة اللي فيها فن وهندسة زي ما بيقوله وجمال وما أكثرهم في الأهلي طبعا مؤمن زكريا كان الحريف معانا النهاردة ودايما بنسأل جمهور السادسة بعد ما بنستمتع بمنوعها من اللقاطات والأهداف أن هم أو بنطلب منهم يختاروا أفضل هدف للحريف اللي كان موجود معانا النهاردة إحنا طلبنا ده من جمهور النادي الأهلي على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتنا لكن الحقيقة على طول على السؤال بتاعنا على تويتر رد مؤمن بنفسه واختار هدفه في مرمى الجيش فالحقيقة يمكن إحنا الإسبوع ده هيبقى استثناء يعني إحنا هنقفل عملية التصويت وهنكتفي بقرار واختيار مؤمن ونفكر حبيبنا مؤمن زكريا بهدفه في مرمى الجيش جميلة لمؤمنين هو ما بيستناش كابتر رمضان بيقول واحدة ما بيفكرش كتير السهل الممتنع وكان عنده برضو ملكة إنه رجله عرفة طريق جوني على كابتر رمضان طبعاً طبعاً يعني كور كتير في مواقف صعبة لعيبها تفكر تخلص من الكورة تبصيها تصلحها تلعب كروس باس لكن على طول مؤمن كانت رجله بتروح على الجوني وهو مؤمن برضك من ضمن مميزاته الحقيقة أبو حميد إنه هو كان عنده محضر للمسة واحدة في الثمنتاشر داخل الثمنتاشر ما بيستناش ده على فكرة أهداف كتير جداً ممكن تبقى كورة على الأرض كورة عالية كورة بدماغه هو محضر هيتعامل مع كورة زي قبل ما تتلعب الكورة بياخد البوزيشن الصحة في الوقت الصحة طبعاً يمكن قبل الحقيقة برضك ما نكمل في أهداف مؤمن طبعاً بنتمناله كلنا طبعاً كل الشعب المصري الحقيقة بنتمناله الشفاء ودعوات المصريين مش بس من أهلوية والله بجد الناس اللي بتحب مؤمن مش بس مرتبطة بيعشان الكورة بني أدم موهوب محترم يعني في كل الصفات الجميلة الحقيقة فإحنا كلنا بندعيله بالشفاء إن شاء الله بإذن الله يرجع لنا أحسن من الأول إن شاء الله فرحتنا وأسعدتنا مؤمن ونتمنى أنه لقطاتك في الحريف نهاردة تكون أسعدة جماهير الأهلوية زي ما كنت بتسعيدهم دائماً وإنت موجود بتيشرت النادي الأهلي وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلام طيب هارجع لنقطة المسابقات مرة تانية وبما أنه حيك بتتكلم على جدوى المسابقات فجدوى المسابقات السنة الجاية برضو في منطقة الإزدحام يعني أنت ما تعرفش الأندية هتجيب واللعيب والأجهزة فهتجيب وقت منين عشان تلعب كل المسابقات دي وأكلمك بالذات كمان عن نادي الأهلي بالضبط وما تعرفش كمان هتوسط كل الزحمة دي هتدخل وقت منين عشان كمان منتخب مصر يلعب بطولة بطولة عربية ولا كاس عرب ويلعب بطولة أمم أفريقيا ويكمل مشوارة أصفيات كاس عائل بالضبط المشكلة كبيرة جداً يعني يمكن إحنا زي ما قلت لك إحنا بقى أن أربع مواسم في مشكلة كبيرة أنت المسابقة قلت يلعب كل مثلاً مش عارف 48 ساعة الحاجات دي مش موجودة صعبة جداً وفي نفس الوقت أنت العالم كله بفراحة ويستعدوا للموسم الجديد وإنت لسه بتكمل الموسم الأخير بتكمل آه مواسم كتير هتتعامل كده الحقيقة فهي محتاجة يعني أنا أقول لك حاجة يعني أنا كن نفسي التحاضي الكورية يفكر في أي حل السنة دي إنه هو حتى لو يدوس مثلاً في المسابقة يعملها دور واحد يعني يعمل أي حاجة كل الحلول اللي طرحت تقبلت بعواصف من الاعتراض الكبيرة جداً كابتر رمضان يعني فكرة أنه يقام من دور واحد رفضت فكرة أنه يتعامل على مجموعاتين رفضت بس في مشكلة في مشكلة وهقول لك حاجة وهتستمر يعني أنت برضك الموسم الجديد صعب جداً تالنهاردة بتتكلم في بطولة الأمم أفريقية بتتكلم في بطولة العرب بتتكلم في ارتباطات الأندية بتتكلم في ارتباطات النادي الأهلي إذا كان في بطولة الدولة دوري أبطل أفريقيا أه أبطل أفريقيا وعندك كاس عالم يابان كاس عالم يابان مبقاس في اليابان خراص آه ممكن سعودية أو كطر فعندك التزامات كتيرة جداً جداً طب أنت يعني هتقدر بتعمل للوقت تجيب الوقت إزاي صعبة يعني وإلا لو أنت برضك استمرت في أن أنت بتحرق اللعيبة اللي موجودة تحرق النجوم اللي موجودة على فكرة إحنا بنامتلك نجوم على مستوى عليه جداً جداً لا يمكن يبقى أداءهم في خلال الفترة اللي فاتت اللي إحنا شفناه من اللعبتنا في منتخب مصر لا إحنا اللعيبة اللي موجودة دي دي تطلع حاجة أقولك حاجة مش تطلع النتائج إيجابية بس دي تطلع متع كمان لأن في لائب عندك مواهب كتير جداً مواهب وعلى مستوى عالي جداً وحتى من مش بس من اللعيبة كانت في المنتخب يعني في أصوات كتير أممكن لحط الحياة مثلاً عشر أسماء دلوقتي ما كانتش موجودة مع المنتخب كانت تستحق التواجد مع المنتخب ولو كانت موجودة كانت تبقى صاحبة بصمة بالزبط بالزبط يعني يمكن من ضمن برضك الحاجات الممكن المشاكل الأخيرة اللي قابلت منتخب أن فعلاً إحنا عندنا برضك عناصر برة وعناصر ممكن ما تكونش متعرضة للإجهاد زي اللي كانوا في المطش الأخير على وجه التحديد بالزبط يعني ما كانش مفهوم أنه منتخب يبقى بيعاني في أنه يختار لعيب يلعب باكيمين يعني ده واحدة من الحاجات طبعاً اللي كانت علامات استفهام كبيرة جداً طبعاً كان لعيبة مقدمة موسم محترم جداً زي أحمد عبدالقادر زي عمار الحمدي زي مصطفى فتحي وغيرهم الحقيقة شادي بسين طبعاً واللعيبة دي يعني الميزة كمان اللي فيهم إنه يشون تعرضين الإجابات بالزبط يعني كشف في كم المطشات اللي شاركت فيه لعيبة النادي الأهلي على مدار الموسم يعني يعني يمكن أنت اضطريت مثلاً كجهاز فني إنك تلاعي مثلاً أحمد توفيق وعمر جابر وهم اللي اتنين بعاد عن اشتراكهم في المباراة الاسمية واحد قاعد حوالي عشر مطشات ما بيلعبش ويمكن حتى الفترة اللي هم كانوا قاعدين فيها الحقيقة الفترة اللي بيرمز عمل فيها نتائج إيجابية فبالتالي كان الأمور صعبة إحنا إنت قلت أربع سماء فعلاً طب أنا في رأي يعني مصطفى فتحي من أفضل المواسم اللي عملها من عشر سنين ما صحيح أحمد عبدالقادر عمل موسم ولا أرواع يستحق أنه يبقى موجود مع المنتخب الأوليمبي في توكيو ويستحق أنه يبقى موجود مع المنتخب العيب موهوب والعيب عنده حلول ممكن تلاقي في مواهب وتلاقي في لعبة على مستوى عالي جداً لكن كمان الحلول اللعيب اللي عنده حلول دي ده ده بتضفله كمان ده بتضفله في سعره آه طبعاً اللعيب اللي بيشغل في المساحات ديقة اللعيب اللي بيجيب لها تواجد يمكن زي ما قلتلك اللي مطلوب من كابتن ديقة سايد المطلوب من ديقة سايد ومن محمد شاوق الحقيقة أنه هم هيقولوله طبعاً اللعيبة اللي هي في إجهاد ومتعرضين لإجهاد كبير جداً 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 هيقولوله على المراكز اللي ممكن الحقيقة يستخدمها في الفترة اللي جاية المراكز اللي كانت نقصى عندنا زي كان الباكرايت أو زي كان حتى الباك الشمال الباكليفت يعني يمكن أيمن برضو بقله فترة كبيرة جداً ملعبهاش وخلاص وآيمن يمكن خلاص بحكة المساك دي حفظها خلاص وأجاد وأجاد فيها بشكل كبير جداً برضو في نقطة مهمة جداً يا أحمد الحقيقة أنت لما تيجي تشتغل في مئة متر عكس ما بتشتغل في المساك مركز المساك ده مساحته الباكليفت أنت لازم تعمل مئة متر دي هجومياً ودفعياً فبالتالي فيه مشاوير وفيه حاجات كتيرة جداً ممكن أنت بعيدت عنها برضو أنا في رأيي رغم أن مثلاً عبد الشافي هو مثلاً سنه وصل أربعة وثلاثين سنة أو خمسة وثلاثين سنة أو ستة وثلاثين سنة لكن برضو عامل موسم قوي جداً 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 سنه مجرد رقم بالنسبة للحقيقة آه رقم ويمكن هو حسام لهم حتى الهدف بتاع مصبوط أن هما بيحصلوا الدوري فماشي بشكل كويس قوي عنده خبرة دولية محترمة عنده طبعاً آه طبعاً فيه لعيبة لو أنت استفدت بيها في الفترة اللي جاية أعتقد أنت ممكن الحقيقة طبعاً بضية مساعدة ضية ومساعدة محمد شاو إن هما يقولوا الراجل لأن الراجل برضك مش هتلاقيه برضك ملم بكل بكل العيبة اللي موجودة والفترة ما بتسمحش إن هو مسلا يعمل تجمع وهشوف العيبة أو هشوف حتى مباريات عشان يبتدي يختار لا لا هم عندوش حاجة وعندوش وقت يقرأ يعني ما فيش يعني هو إيده اليمين وإيده السمال وعينه لأ شوف بيها كابتن ضيع وكابتن شاو وشاو هم دول المفروض يعني يخلوننا نتخطى المرحلة الحرجة جداً أو مطشين ليبيا اللي جايين وراء بعد ودول حجر زاوية بالنسبة للمنتخب المنتخب تزنق خلاص في النتائج بتاعتهم صحيح أنت معندك شي بدايل غير إنك تكسب مباراة وتتعدين مباراة أو تكسب مباراةين ده بحن تبقى حاجة تبقى حسامة خلاص لكن كمان لازم تعطلهم لازم تعطلهم فمطش من المطشين لو ما تعطلوش فيها مشكلة وما تخسرش منهم بالزبط تعطلهم الخسارة هتبقى خلاص يبقى بتودك في حتة تانية خالص صعبت الحسابات عليك هم 6 وانت 4 خسارتك مباراة يوصلهم 9 وانت تفضل 4 يعني فرق 5 نقاط وهم عندهم فرص كمان في المبارات اللي باقية الحقيقة إنهم في فرق هتبقى فقطة الأمل خالص ممكن خلاص تبقى الدنيا سهلة فهي إحنا ما عندناش حلول كجهاز فني وكمنتخب مصر غير إن إحنا لإما نكسب المباراتين لليبيا لإما نكسب مباراة هنا ونتعد المباراة اللي في ليبيا والله يا كابت الرمضان خليه أقول لك إنه محدش كان متوقع السيناريو ده خالص أه طبعا يعني فكرة إنك إنت تعاني في مرحلة المجموعات دي ما كانتش فكرة وردة المصرين كانوا مستنيين المعاناة فيما بعد مرحلة المجموعات يعني بالزبط كنا ضمنين الصدارة وحطين إيدنا على قلبنا بقى في اللي جاي بعد كده يعني هذا اللي يبقى بالنسبة لنا الصعب بالزبط لكن إن إحنا مع ليبيا وأنجولا ويجابون نعاني ما كانتش وهي الناس كان بتتكلم إنتبعين اللي كورت القدم كان بتتكلموا إحنا هنلعب مين في الدور التاني لو هالجزائر هنلعب بيفكروا إن إحنا هنلعب مين لكن إحنا دوقتي الزناءنا هنوصل إزاي لآه طبعا للمرحلة اللي جاية أنا المعاتل ملف الأهلي ونسطة الأهلي عشرين اتنين وعشرين الجماهير يعني مشتائل فرقتها إنها ترجع مرة تانية وخصوصا بداية خلينا نتكلم على الصفقات مجموعة من الأسماء المحترمة جدا سواء مصريين أو أجانب أضيفوا للسكوات بتاعت الأهلي رأيك في إيه في الصفقات اللي أبرامها النادي وتراهن عليها إزاي في الموسم الجديد يعني يمكن الصفقات اللي اتعاملت في الموسم الجديد هتخلينا نتخطى مرحلة الإجهاد اللي احنا كنا بنروح لها أعتقد العيبة اللي موجودة حاليا دلوقتي إنت لو غمضت عينيك وعملت اتنين وعشرين مثلا اسم كده والخمسة وعشرين اسم وعتختار كمراكز منت مغمض هتختار وإنت مستريح جدا فإنت بالتعاكوطات الجديدة الحقيقة إنت هتتخطى المرحلة دي كملت فرقتين طبعا إنت بقى عندك فرقتين دلوقتي على مستوى عليه جدا مزبوط يعني يمكن أننا لسه كنا نتكلم على الكاب صالح احنا جلنا وقت كان الكاب صالح فكر أننا نلعب في بطولة الكاس وبطولة الدوري في أفريكي نعمل فرقتين نعمل فرقتين فرقة شارك احنا أعتقد أننا بالسكوات اللي احنا تعاملت والتعاكوطات الجديدة اللي تعاملت أعتقد أننا نادي الأهلي قادر أنه نلغي حتة الإجهاد وأي لعيبة طبعا أولا أو كل اللعيبة اللي جات إذا كان العارط إذا كان الحقيقة أحمد عبدالقادر أو عمار أنا في رأيي إضافة قوية جدا اللعيبة اللي جات إحنا يمكن كان عندنا مشكلة في الأجنحة جناحين اللجوم يعني إضافة قوية جدا 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 وإحنا شوفناهم الحقيقة في أمورات أفريكيا السنة دي يعني يعملوننا إضافة قوية جدا الحقيقة حتى لما تيجي مثلا فيه لعيب بيريح يبقى ما فيش مشكلة عندك لما كان فيه جناح في الحقيقة بيصاب أو عنده مثلا إقافات أو أي حاجة كان فيه مشكلة لا إحنا تخطينا المشكلة دي بشكل بير جدا والله إحنا هجوميا السنة اللي فاتت لا نعاني على الإطلاق طبعا إحنا معاناتنا السنة اللي فاتت دفاعيا دفاعيا يعني يمكن آه طبعا خلا بالك ده من أفضل المواسم لنا هجوميا أي ويعتبر أفضل موسم في سبعين جول في موسم واحد ده رقم عدر قطياس آه طبعا ده مهم جدا لكن يمكن إحنا دفاعيا ومش دفاعيا كأفراد الحقيقة عندنا أفراد كواسين دفاعيا لكن هي المشكلة في فترات يا أحمد في خلال المباراة الأخيرة آه إن إحنا كنا بنده مساحات كبيرة جدا نتقدم بهدف أو نتقدم بهدفين ونده مساحات كبيرة جدا نسمح للمنافس إنه هو يخش معانا في الجيم آه بيلاقي مساحات بيوصل الثمانتاشر بيختاركك آه لكن إحنا حتى في مرحلة الإجهال اللي إحنا كنا موجودين عليها الحقيقة لو إنت كنت تتقدم بهدف وبتضيق مساحات وإنت تلعب على المركات ده في ظل الإجهاد اللي كان موجود ده محدش كان يروح للمربا بتاعدي طيب أسألك شوية على مستر موسيماني آه كورة موسيماني كورة موسيماني عسيك من الألقاب والبطولات ده هو الراجل كألقاب والبطولات عمل اللي مطل منه طبعا وزيادة شوية كمان بالظبط ما كناش منتظرين منه ده لا لا يعني الظروف اللي جي فيها التوقيت اللي استلم فيه تلاحهم للمواسم إجهاد اللعيبة ما كنتش مستني منه نجي برونزية في كاس على ماندية أو أنه يجي الدوري أبطال مرتين واربعة شأن نبقى بمنتهى الصراحة يعني فالراجل نحتى ألقاب أعمل عليه وزيادة لكنها بكلامك كابتر ربضان كورة كورة الأهلي مع موسيماني تديها كم من عشرة يعني هجوميا أديله تمانية من عشرة تمانية من عشرة آه دفاعيا الحقيقة في مقعدة من المباريات الحقيقة ويمكن كتير بيديله ستة من عشرة ستة من عشرة الاثنين من عشرة الناقصين هجوميا والاربعة من عشرة الناقصين دفاعيا عشان خطو نشتغل عليهم المسم اللي جاي من وجهة نظر كابتر رمضان جيل مطلوب دفاعيا أولا إحنا محتاج تدعيم بداية المراكز أو شايف أنه فيه صفقات منتظرة أو حاببت تدعم الفرقة بحاجة تانية أعتقد الصفقات اللي آه طبعا راضي جدا راضي جدا طيب يمكن دفاعيا أنا في رأيي أن زي ما قلت لك أن إحنا النادي الأهلي افتقد أن يستخلص الكورة في وقت مثلا إحنا كنا وصلنا فترات كتيرة جدا مع الجزي وفترات كتيرة جدا بعد كده أن إحنا كنت نستخلص الكورة في ست ثواني عشرة ثواني بالكتير لما تزيد أو تبقى خمشهر ثانية بنستخلص الكورة النادي الأهلي فقط دي دفاعيا تمام يعني بنستنى بقى لما الفرقة التانية أو المنافس سرعة الاستخلاص محتاجة شغل طبعا محتاجة شغل ومحتاجة تبقى خطوطك عندنا هفط دفندرات على أعلى مستوى وعندنا باكات كبير وعندك باكات عشان كده أنا بقولك إحنا مش محتاجين أفراد تانية تدعيم تانية لا مش محتاجين لكن محتاجين إن إحنا تبقى خطوطنا قريبة عن الفترات الأخيرة الحقيقة لأن إحنا الملعب كان المساحات فيه كبيرة جدا 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 وده غلط إحنا النهاردة بتلعب ككتلة واحدة لما تيجي إنت بتفنش هجمة يبقى لازم خط السردباكين بباك من الباكين على خط السنتر على خط السنتر ما يبقاش إنت بتفنش هجمة والثلاثة السردباكين مع باك من الباكين اللي هم مفروض وقفين تحت يبقى على 18 بتاعك دي اللي عملتنا مشكلة كبيرة جدا دفعية شايفت دي واحدة من السردات اللي يجب التعامل طبعا يعني لازم في السعداد لمسم جيد طبعا مسألك عشان داخل على مباراتين وده هياخدنا السؤال برضو قبل بس ما اتكلم على المطلوب أو الاهداف اللي انت تفكر ان الاهلي حقاها من مطش الاتصالات يوم الاتنين ومطش المعولين يوم الخميس أنا أول مطش رسمي هلعبه خبت لازق كده بطولة هلعب سوبر مع طلاعي جيش فبالتالي مباراة بلقب بالزبط هل مطلوب هنا جمهور الاهلي لو سألتوا يقول لك أنا عايز شوف الصفقات الجديدة في مطش الطلاعي يعني عايز شوف تو وعايز شوف سوني وعايز شوف كريم وعايز شوف الصفقات الجديدة تفرج عليها في مطش السوبر هل شايف انه انك تدخل لعيبة جديدة في مباراة بطولة بشيء يعني مغامرة ولا مطلوب انها ان هما يكونوا موجودين ويظهروا في مطش السوبر لا ما اعتقدش انها مغامرة تجاب لعيبة سوبر 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 يعني هتدي لأي حد فيهم الحقيقة لا هيددي بشكل قوي جدا ويعمل اضافة قوية جدا اذا كان هجوميا اذا كان الاجنحة وذا كان في وسط ملعب اي حد الباك من الباكين يعني لا انت كل العناصر بس اهم حاجة بقى في ايه ان مين اللي دخل جوه الفرقة يعني مين من المجموعة المميزة جدا دي ومن النجوم الكبار دول دخل جوه الفرقة عظيم يبقى ده هاخدنا للعشر تيام برنامج الشجر اللي بيشتغل الجهاز الفاني للفترة اللي جاي قبل مطش التلايع والمطشين بتوع الاتصالات والمطشين بتوع المقاولين المنتظر ان شاء الله انهم يتلعبوا الاسبوع ده ايه الاهداف اللي مفترض انها تحصل فيها هتكلم معاك عن ده كابتر رمضان بس بعد فاصل ونرجع لحضرتك مرة تانية والمشاهدين طبعا في السادسة من اول لقطة هيرجع فيها الفريق للتمرين ومن اول لقطة هزر فيها الفريق في مباراة حتى ولو كانت توقعوا منافسة شرسة من كل اللعيبة عشان كل واحد كابتر رمضان قبل الفصل كابتر رمضان النهاردة بقى عنده فرقتين جاهزين يشاركوا في بطولات السنة اللي جاي وبالتالي هيبقى فيه منافسة شرسة جدا وقوية جدا عشان كل واحد يضمن على اقل انه يحجز مكانة اساسية في تشكيل الاهلي مرة تانية براحب كابتر رمضان الله خليك احنا خلينا اسألك الاول مين اللعيبة اللي شايف انه احنا احنا كلمنا على الصفقات الصفقات الجديدة وحاك قلت انه هما كلهم اضافة في مراكزهم حتى احنا يمكن كنا وقت الفصل بنتكلم على كريم فؤاد وقتا انت اشتغلت معه ومرنته في النجوم شايف انه في الناحية اليمين هيكون اضافة كريم فؤاد في الناحية اليمين اضافة قوية جدا 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 ممكن هو هو اولا لما كان الكابتر الحلم كان بيلعبه في الناحية الكمال هو يعمل الواجب الدفاعي لكن ما عرفش يعمل لكن هو لما بيلعب في الجنب اليمين بتاعه لا ده كوة كبيرة جدا اولا هجوميا ودفاعيا اولا هو عنده ميزة كمان دفاعية في المواقف واحد اده واحد ما بيترقص اه ما حدش يروح يروو صعب جدا جدا لانه عنده السرعة الباك اليمين النهاردة كابتر رمضان في مركز الباك اليمين من واحد من اثنين من ثلاثة من وجهة نظرك الكريم هياخد رقم واحد هياخد واحد هياخد رقم واحد والحقيقة اكرم توفيق عمل حوالي خمس ست مباريات في مركز الباك اليمين يعني سوبر سوبر لكن اكرم توفيق كمان انت تستخدمه كديفندر كمان حاجة عالية جدا 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 يمكن احنا شفناها الحقيقة مع المنتخب اليمين طبعا احنا شفناها مع المنتخب اليمين كان شوقي من كتر السقة وفيه كان بيلعب بواحد صحيح يعني هو بس الواحد وكان شايل عرض الملعب وكان شايل بيستخلص وقوة مقاتل كبيرة جدا هيبقى محمد هاني هيبقى منافسة بين كريم ومحمد هاني محمد هاني محتاج يشد ومش محمد هاني بس لأ انت هتشوف فيه لعيبة كتيرة جدا وده سؤالي جاء مين اللي محتاج يشد من وجهة نظر كبير رمضان ومين اللي لسه انت رأيك فيك لعيب لسه عنده يعني لسه عنده زيادة ومحتاج يعني يظهرها أو يشتغل عليها محمد هاني لازم يشد زي الفترات اللي كان فيها ماشي فيها كواس قوي افضل فتراته كتكس علم بالزبط بالزبط اعتقد انه لو رجع للفورما دي هيبقى منافس قوي جدا في طهر محمد طهر طهر محمد طهر يمكن احنا في بداية الموسم اللي فات اول ما جاء النادي الاهلي قلنا انه لا يبقى روبي وعنده امكانيات عنده كل حاجة في الكرة عنده السرعة والقوة والمهارة والتزديد كل حاجة انه هو يبقى نجم كبير جدا للأسف الشديد يمكن انا في رأيي انه هو حط السقة يعني انا في رأيي ان طهر محمد طهر لازم المسلماني يدوله السقة ده مهم جدا ولازم يقاتل بقى هو دلاتي ما حدش يلعب سحل يعني احنا يمكن الموسم اللي فات كان حسين الشحاد فترة بعد عن مستوى خالص وكان بيلعب لانه ما كانش فيه بديل كهرباء برضك فيه فترات برضك الموسم اللي فات كان بعيد عن مستوى كهرباء كان ممكن يخلصك في المطشات كتير جدا على رغم انه كهرباء وحسين تحديدا مفنشين الموسم كويس قوي ما بالزبط حسين بالذات بقى يعني اخر مثلا يقول سبع مطشات او رجع لمستوى رجع لمستوى بتاع المقاصة ورجع لمستوى بتاع نادي العين الاماراتي كان حاجة سوبر طهر محمد طهر انا بقولك يعني انا هكلم طهر محمد طهر اهو مش هكلم مسلماني اي هقول له يا طهر كما تكلم لاتنين يا كابتر رمضان يعني انا هكلم مسلماني لازم يديله ثقة اه طهر لعب كبير اي ولعب قوي جدا جدا لكن بقول لطهر كمان انت في المقاولين العرب انت كان عندك ثقة ان انت تعمل اي حاجة وما تقلقش هو دلوقتي بيفكر ازاي بيفكر لو لعب شوط وحش هيتغير اه لو لعب مطش وحش ما مش يلعب مطش اللي بعضه دي مقالي لا مقالي لا مش جاد مدوده يعني اه طبعا مش مطلع 100% من طهر محمد طهر لكن في جزء على مسلماني الحقيقة ادي لطهر محمد طهر الثقة عنده كل الامكانيات اللي يبقى لعب اوروبي كمان وبقول لي طهر محمد طهر انت كمان خل عندك ثقة في نفسك ولعب بالشكل اللي انت كبتلعب فيه مقالينا عرب ولعب بالثقة اللي انت كبتلعب فيها في المقالينا عرب كهربا انا بقوله لازم بفيه جدية لازم بفيه קوة اكتر من كده انت لعيب اولا لعيب مهوب ولعيب بيعرف يجيب جول ولعيب مميز جدا لكن لازم بقي فيه جدية وكوة اكتر من كده في ادائك فيه مبارات كتيرة السنة دي كنا بنضيع أهداف داخل ستة يرضى يعني كاربا كنا بنضيع أهداف داخل ستة يرضى اللي يعملها بالشمال ما تقليش مش عارف يعملها باليمين ايه فيه ابنات كتيرة خسرناها كده حسين الشاحعات التفاعل انه هو رجع يعني رجع بشكل كويس طيب سريعا جدا كابتر رمضان الشرعتنا عايز كده في عناوين بدون ندخول في تفاصيل ايه الاهداف اللي الاهلي مفترض يشتغل عليها ومستر المسلمين يشتغل عليها في المباراتين والديتين قبل مواجهة تراجيش هنعب يوم الاثنين مع اتصالات ويوم الخميس مع المقاولين ايه المكاسب او الاهداف اللي انت تسعى انك انت تتحاهم الخير المطشين دول اول حاجة ودي اهم حاجة كمال انه واحد دفعية انك ازاي توصل تيم النادي الاهلي زي الفترات او المواسم اللي احنا كنا بنسخلص الكرة فيها في ثواني وخطوطنا كانت قريبة جدا من بعض بنعرف نضغط في اي جزء في الملعب عشان نجيب الكرة ايه دي مهمة جدا دي اهم حاجة لازم نشتغل عليها الحاجة التانية احنا بقى عندنا قوة هجومية طبعا كبيرة جدا 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 ما تستناش بقى ان انت شعافت ديئة سبعين ديئة تمانين احنا وفروض نحسي مبارياتنا انت الاحداف تشتغلك طبعا طبعا نحسي مبارياتنا مبادر جدا ان شاء الله اعتقد ديها مهمة جدا جدا ان شاء الله بداية سيزن تكون موفقة للنادي الاهلي في انتظار وهنتابع طبعا المباراتين الوديتين هم صحيحة وديتين لكن بالنسبة لجمهور ظهور النجوم النادي الاهلي وظهور اول للصفقات الجديدة فبالتالي هيكون في حرص كبير جدا على المتابعة ان شاء الله يكون موسم موفقة نجح وان شاء الله رهان كبير جدا على تحقيق كل البطولات اللي هتشارك فيها الفرقة بالشكل بتضم في عدد كبير جدا من النجوم بشكرك كابتن رمضان شكرا جزيلا على تشريفك لينا وعلى وجودك معنا وعلى حوارك الممتع دايما لنا ولكل الجماهير النادي شكرا يا احمد شكرا انا سعيد جدا ان كنت معاك شكرا يا فندم وبشكر حضراتكم على متابعتنا وكالعادة لتقابل بكرة حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل الاهلوين